اهلا وسهلا اخواني واحبائي ان شاء الله انتوا بخير عم نتابع بهذه الجزئية بالجزء الثالث من صفات المحبة في اطار العلاقات القريبة شفنا قديش الوحي دقيق جدا جدا كيف عرف ما هي المحبة في داخل القلب ايش التغيير اللي بتعمله في نفس الانسان وعم ناخد هلأ ثمر المحبة هاي في اطار العلاقات القريبة بين الناس ديش وحي الكتابي وحي دقيق جدا ومنقرأ من كورنتس الاولى 13 الشطر الثاني من عدد 5 ولا تحتد أي المحبة لا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالاثم بل تفرح بالحق شو يعني لا تحتد في اللغة اليونانية بتعني لا تستفز بسهولة يعني الشخص اللي عنده محبة مهما تحاول معه صعب انه تستفزه تخليه يغضب بسهولة يعني بيكون نفسه محصنة بعيدة عن ردود الأفعال تكون أفعاله أفعال منقاضة بمبادئ إلهية مش كردود أفعال على أفعالك تنين ولا تظن السوء في عفة للنفس متل ما قلنا بصفات الداخلية في داخل نفس للمحبة واحدة مننا عفة يعني ما بفكر بالشرف الآخرين واحد بتأخر يلا معلش الغاي بحشته معه بحاول أعطيه أعذار بحاول إني ما أحكم عليه ما أدينه فلا تظن السوء بفكر بالإشياء الكويسة بفكر بأفكار كويسة فهذه صفة رائعة جدا بتخلي الشخص يبتعد عن الشكوك رفض الإشعات والاتهامات والحروب الشخصية لا سيما إحنا في الشرق الأوسط يعني قل ما تجد شيخ أو رجل دين أو كاهن أو أي شخص بينتقد دون ما يوجه حرب شخصية فللأسف هذا شيء مؤسف يعني منعاني منه فيش نقد موضوعي باحترام دائما فيه بتلاقي من التطرق للحرب الشخصية والتخوين والاتهام بالعمالة وإلى آخره أيضا منشوف أنه المحبة يذكر عنها أنه لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق يعني لا تفرح في أشياء مش صحيحة مش مقدسة يعني واحد يعني يعني إحنا ممكن كشخص عايش في الأراضي المقدسة أحيانا العرب بيفرحوا لما يقتل شخص يهودي المحبة لا تفرح بالإثم هذا يعد إثم هذا مش إشي صالح مش إشي كويس لا سيما الكتاب بقول لك لا تشمك بسقوط عدوك حتى ولا يفرح قلبك إذا عثر فإذا هذه إشياء مش مقبولة المحبة لا تفرح بالإثم بل تفرح بالحق فيعني قديش إحنا محتاجين إنه نتشرب بهذه الصفات يعني تقعد بمجلس مستهزئين بيحكوا نكة قذرة المحبة لا تفرح بالحق بتحس إنه قلبك انقبض يعني هو أنا عم بضحك وإنت مش ملاقي إشي مضحك كلام بذيء إلى آخر فأنا بصلي إنه فعلا حضارتنا في الشرق الأوسط تتشرب من هذه الثقافة الثقافة الكتابية الرائعة البعيدة عن التكفير والشماتة والحكم على دوافع الآخرين محاربة شخصية للآخرين يكون فيها روح الحوار روح احترام الآخر ثقافة احترام لشعور الناس نابعاً محبة الناس طبعاً بدون تمييز يا رب يعني أنا عن جد بتمنى إنه هاي المحبة تملأ قلوبنا إحنا أولاً اللي بنعرف المسيح حتى نعكس هاي المحبة في مجتمعاتنا وفي أسرنا وفي مؤسساتنا شكراً لإلكم وعلى اللقاء نشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة شكراً لكم